دعا الاتحاد تونسي للشغل إلى الإسراع في تجاوز الأزمة السياسية والدستورية أو ذهاب إلى انتخابات مبكرة وكان حراك مواطنون ضد الإقلاب قد قدم مبادرة سياسية تتضمن الدعوة إلى انتخابات مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل من جهته قال رئيس تونسي قيس سعيد خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال أنه يتم الإعداد للمراحل المقبلة للخروج من الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي أربعة أشهر عمر التدابير الاستثنائية التي لا تزال تعيش على وقعها تونس وهي سابقة في تاريخ البلاد لم يحسم الرئيس بعد مصير البرلمان أو يوضح معالم المرحلة المقبلة واستدعوات للإحتكام إلى صناديق الانتخابات انتقال ديمقراطي صحيح كان متعثرا لكن لا يعني أننا الحل في الانقلاب على هذا المسار الديمقراطي اليوم تونس يلزم ترجع تأمل في أن تكون دولة ديمقراطية بأتمعنا الكلمة بالعودة للمسار الدستوري بالعودة للشرعية بالعودة إلى الشعب التونسي كذلك وعن طريق الاحتكام إلى الصناديق لا تقتصر الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة على معارضي الرئيس فحسب فمسندوه كذلك يطالبون بانتخابات لكن بشروط يقول هؤلاء إنه من الضروري قبل ذلك تعديل النظام الانتخابي وقانون الأحزاب لكن عبر إشراك الجميع الحاجة مراجعة للمسار هذي الكله كذلك يزم تقع مراجعة قانون منظم الأحزاب والقانون منظم الحياة السياسية والعمل الجمعية لأن القانون هذي اللي تعمل في 2011 يزم يتقيم ويتعدل دعوات تضع الرئيس الماسكة بزمام كل السلطات التنفيذية والتشريعية أمام ضغوط سياسية متزايدة في ذل رفضه مطالب الحوار وذببية مشروعه السياسي وذلك مأخذ عدة أحزاب ومنظمات بين معرضي الرئيسي ومسانديه وجهة نظر مختلفة وخلفات محتدمة لكنها تلتقي في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة يتصدر اتحاد الشغل هذه الدعوات ويتبنىها طيف سياسي واسع لكن الرئيس لم يتترق إلى موضوع الانتخابات حتى الآن يسمد عسي العربي تونس ينضم إلينا من تونس رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة بداية سيد الشعيبي الآن دائما يكرر الرئيس التونسي بأنه ماضي لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تخرج تونس من الأزمة هل هناك في ظل التحركات التي على الأقل يبدو أن اتحاد الشغل يحاول أن يقوم بها أي مؤشرات على أن فعلا هناك مخرج لهذه الأزمة مساء الخير هناك ضغوطات عديدة من الداخل ومن الخارج سواء من اتحاد الشغل أو من الحراك الشعبي والمواطني الذي انطلق منذ مدة ومن الأحزاب السياسية أيضا والجميع يضغط على رئيس الجمهورية من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي رئيس الجمهورية إلى حد الآن يقول بأنه لم ينقلب على الدستور ولم ينقلب على المسار الديمقراطي غير أن كل إجراءاته التي أعلن عنها إلى حد الآن ليس لها من معنى آخر غير الانقلاب على التجربة الديمقراطية في البلاد وبالتالي ليس هناك حقيقة صدقية لما يصدر عن رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص لأنه الإحساس بالشك عميق لدى كل الفاعلين السياسيين في أن رئيس الجمهورية بالفعل يريد العودة للديمقراطية وإنما يريد فقط تجميع السلطة بيد واحد هذا ما تكرره حركة النهضة التي أيضا هناك من لا يزال يحمل حركة النهضة المسئولية عما وصلت إليه الأمور هناك من يتهم حركة النهضة بالوقوف وراء حتى كل المبادرات التي نشهدها في الشارع هل بعد ما جرى من نقد داخلي داخل الحركة وكل الحراك الداخلي في الحركة هل هناك فعلا إعادة نظر لاتخاذ خطوات مبادرة تواكب ما تقوم به المبادرة الديمقراطية أو حتى تواكب ما يحاول اتحاد الشغل أن يقوم به من توازنات مع اعتبارات لاتحاد الشغل خاصة به هو صحيح أدى حركة النهضة كانت وحدها يوم 26 جوليا أي بعد الانقلاب بيوم هي التي تصف ما حصل في تونس بكون الانقلاب ولكن الآن بعد أربع أشهر أغلب القوى السياسية وأغلب الفاعلين السياسيين يعتبرون أن ما حصل انقلاب ويصادر على استمرار المصار الديمقراطي وبالتالي هذا الكلام لا تعيد حركة النهضة لوحدها الآن المشكل ليس داخل حركة النهضة المشكل هو في الانقلاب الجاثم على البلاد والذي يريد أن يئد هذه التجربة الديمقراطية ويقضي عليها في مهدها وبالتالي كل الجهود موجهة من حركة النهضة ومن كل الفاعلين السياسيين ومن الحراك المواطني لمقاومة هذا الانقلاب والتصدي له حركة النهضة تتفاعل بإيجابية مع المبادرات التي ترحت على غرار مبادرة الاتحاد لعمل تنسل الشغل وأيضا المبادرة الديمقراطية التي أعلن عنها مواطنون ضد الانقلاب نحن نرى أن الأزمة السياسية في البلاد فتبلغت طورا متقدم من التعقيد ولكن لا ترى أنه غير أن الرئيس التونسي قيس سعيد لا يريد أي حوار مع الأحزاب ككل وتحديدا مع حركة النهضة ولكن حتى من يقوم بمبادرات اليوم وهم قلة في تونس يريدون أن يبتعدوا قدر الإمكان عن حركة النهضة كي يشعرون أن هناك أمل لنجاح مبادراتهم وكأن أي تقارب الآن مع حركة النهضة هو وصمة لا هو رئيس الجمهورية لا يتحاور مع أي أحد وليس فقط مع حركة النهضة كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية تدق باب رئيس الجمهورية وتحاول أن تفتح معه حوارا حول أفق الخروج من الأزمة ولكنه يرفض ذلك بالنسبة لحركة النهضة هذا غير صحيح حركة النهضة تتواصل مع كثير من الأقواء السياسية في البلاد وتتباحث معها حول سبل الخروج من الأزمة الحالية غير أن الأصوات العالية الأسف في الأعلام التونسي الداخلي هي الأصوات الإقصائية وهذا ما يعطي انتباع مخالف للحقيقة حركة النهضة على صلة دائمة بأهم الفاعلين الديمقراطيين في البلاد وتتحاور معهم وتتشاور معهم وتحاول أن تطور موقفها طبقا للملاحظات التي يبديها هؤلاء الفاعلين السياسيون من تونس سيد رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة شكرا جزيلا لك